مرحبا بكم في حوض الأمازون أحد أكثر النظم البيئية تنوعا على هذا الكوكب موطنا لمجموعة لا تصدق من الأنواع النباتية والحيوانية بما في ذلك الأصلع الوردي المعروف أيضا باسم الأصلع الوكاري سوف نلقي نظرة متعمقة على أصلع وكاري واستكشاف خصائصها الجسدية والسلوك والنظام الغذائي وحالة الحفظ في الروافد العليا لغابات الأمازون بين أنهار جابورا وألياجا وأنديس في نظام بيئي غني على الأرض في غابة استوائية يعيش قردا صغيرا بوجه حزين شبه بشري هذا القرد وكاري أحمر أو أصلع هو واحد من أندر الرئيسيات وأكثرها اضطرابا وصعوبة على هذا الكوكب من الصعب الخلط بينه وبين قرد آخر عاريا دائما كما لو كان قلقا وجه واكاري يشبه الإنسان يمكن أن يغير لونه من الوردي الفاتح إلى القرمزي تعتمد شدة لون الرأس والوجه على الحالة المزاجية أو مرحلة النشاط الجنسي إذا شعر الحيوان بالحرج من شيء ما فإن وجهه وجبينه يتحولان إلى اللون الأحمر الشديد أصلع وكاري هو قرد من العالم الجديد معروف بمظهره اللافت للنظر لها وجه أصلع يمكن أن يتراوح لونه من الوردي إلى الأحمر ينتج عن نقص بصيلات الشعر في الجلد عادة ما يكون فراءه بني محمر وذيله قصير كثيف الذكور أكبر من الإناث حيث يصل وزن الذكور إلى ثلاثة ونصف كيلو جرام والإناث حتى أثنان ونصف كيلو جرام إن بنيتها الممتلئة وأطرافها القوية هي تكيفات مع نمط حياتها الشجرية مما يسمح لها بالتنقل بين الأشجار بسهولة أصلع الوكاري هي حيوانات اجتماعية وتعيش عادة في مجموعات من اثنان إلى ثلاثة أفراد على الرغم من ملاحظة مجموعات تصل إلى مئة فرد إنها نهارية وتقضي معظم وقتها في الأشجار حيث تتغذى على الفاكهة والحشرات والفقاريات الصغيرة مثل الضفاضع والسحالي هم أيضا سباحون ممتازون وسيسبحون أحيانا عبر الأنهار والمسطحات المائية الأخرى يتضمن سلوكهم الاجتماعي النطق واللغة الجسد ومن المعروف أنهم يعتنون ببعضهم البعض مما يساعد على تعزيز الروابط الاجتماعية داخل المجموعة يتغذى أصلع وكاري في الغالب على الفاكهة والتي تشكل غالبية نظامهم الغذائي لديهم تفضيل للفاكهة غير الناضجة والتي يسهل هضمها وتحتوي على عناصر غذائية أكثر من الفاكهة الناضجة سوف يأكلون أيضا بعض الحشرات والفقاريات الصغيرة عندما تكون الفاكهة نادرة يعتبر أصلع وكاري من الأنواع المعرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بسبب فقدان الموائل والصيد كما أنهم مهددون ببناء السدود والطرق مما قد يؤدي إلى تشظي موطنهم وتعطيل مجموعاتهم الاجتماعية يتم حماية بعض السكان داخل المنتزهات والمحميات الوطنية لكن إجمال عدد سكانها أخذ في الانخفاض يعتبر أصلع وكاري نوعا فريدا ورائعا يلعب دورا مهما في النظام البيئي لحوض الأمازون مع ذلك فإن مستقبلهم غير مؤكد ومن المهم أن نتخذ إجراءات لحمايتهم وموائلهم من خلال زيادة الوعي حول أصلع الوكاري واحتياجات الحفظ يمكننا المساعدة في ضمان استمرار ازدهار هذه الأنواع الرائعة للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر